صنعت ابتدائية لصيف مباركة بأم البواق الحدث بسبب اعتمادها لباسا شتويا موحدا للتلاميذ المنتسبين إليها بعد المبادرة الأولى التي لقت ترحابا كبيرا من طرف جميع الأولياء والتي قامت بها إدارة المؤسسة بمعيط أولياء التلاميذ واللباس الموحد فأكدت إدارة المؤسسة بمعيط أيضا أولياء التلاميذ على توحيد اللباس الشتوي جمعية أولياء التلاميذ ومدير المدرسة اتفق على إطلاق المبادرة بعد تجربة مماثلة في الدخول المدرسي وكون ذلك مبادرة فريدة صنعت الحدث في بلدية عين البيضاء بولاية أم البواقي تحت شعار لا فرق بين أحد إلا بالتحصيل العلمي فكان الدخول بهندام موحد للذكور وآخر للإناث الدخول المدرسي المميز أرطائنا بمبادرة أخرى توحيد اللباس المدرسي الشتوي استقبل أطفال المدرسة العائدين من العطلة السنوية بالحلويات والمهرج والأعلام الوطنية وفي جو عائلي بامتياز فرحة عودة الأطفال المتمدرسين بهذه الابتدائية لمقاعد الدراسة في جو خاص يشبه العرس وهم موحدين لللباس والهدف منه القضاء على الطبقية والفوارق الاجتماعية خد نالت هذه الفكرة إعجابي لأنها تلغي الفورقات الاجتماعية وتجعلنا نتنافس من أجل التحصيل العلمي لا فرق بين الغني والفقير إلا بالتفوق العلمي التلاميذ من جهتهم استحسنوا هذه المبادرة وأثنوا عليها فرحين بعودتهم لمقاعد الدراسة وبلباسهم الموحد نحن باللباس الجديد وأتمنى التوفيق للجميع نحن باللباس الجديد وأتمنى التوفيق للجميع إلى ذلك شهدت الابتدائية نشاطا جديدا بإنشاء فضاءات للمطالعة على أشكال مختلفة